هل دي أسرع نيسان على القناة أو بالأصح انفينيتي يا جماعة كنت من فترة عملت الف اكس الخمسة وتلاتين فاكرين خمسة وتلاتين يعني ايه تلات تلاف خمسمية سي سي ان عاردة معانا اختها الكبيرة هي نفس العربية بالضبط بس دي الف اكس خمسين اللي فيه الموتور الخمسة تلاف سي سي ال V8 تعالوا نشوف اي الفرق ونعملها تجربة التسارع العربية دي مفروض سريع بنتكلم اقل من ست ثواني تعالوا نشوف يلا بينا اما بالنسبة لتمن العربية فمش معروف لكن انت بتتكلم من فترة قبل ما الزيادات تزيد اوي والاسعار تضرب كانت ممكن تبقى مليون متين دلوقتي ما اعرفش عايزين اراجع مواسط العربية تاني هي ميت سايز اس يو في رياضية وكانوا مسمينها ايه بايونيك تشيتا لو فاكرين من منظر العربية كله انها عايزة تنقض عربية دي فيها امكانيات مش قليلة طيب تعالوا نشوف الفروقات الخارجية مقارنة بالخمسة وثلاثين مبدائيا اوكي الشبكة تبدو هي هي مفيش فارق كبير والانوار هي هي لو نزلتوا هنا شايفين ده العربية مجهزة برادار في 2011 فيها ادابت كروز كنترول وفي منها موديلات لو فيها الادابت كروز كنترول كمان ممكن تحافز على الحارة بس مش ديه وكمان فيها كاميرا هنا زي التانية برضو فيها تلتمية وستين في الحتة دي شايفين متقدمة قوي على وقتها العربية دي 2011 بفكركم تعالوا نشوف اقوى حاجة في العربية المطور المغوار قبل التصوير يا جماعة عايز اقول لكم ان انا بدل مدوس فرامل العربية اللي هي الفرامل الالزي بتبازي الامريكاني موجودك روح تفاتح الكبوت عادي خارس كارسة حاوه حسنوا بقا حادي واه الحمد لله في مساعدين عشان اللاسوع اوكي الفي ايت زي ما انتو شايفين خمس تلاف تلاتة وعشر سي 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 حاجة كده رقم غريب اوي بيولد تلتمية وتسعين حسان وخمسمية نيوتين متر ووصين علاق الحركة سبع سرعات سرعات تورك كونفيرتر تقليدي العربية طبعا والموتور ده حلو اوي ومفروض بيقوله خمسة وتمانية اقل من ستة ده الرقم الرسمي فيه ناس عامل خمسة ونص كمان بس طبعا بتعتمد على الحالة اوكي اللاسوع الرغيبة اوكي اتفرجوا على العربية بالجنب هي هي بالزبط مفيش فرق طبعا وكروم برضو عندي من تحت في الحتة دي كروم في المقابد كروم حوالين الازاز وانا بحب شكل العربية دي جدا انا بحب العربية دي شوية وهنا فتحت مش عارف مش بينالي بس شكلها زائفة تعالوا نبص من ناحية التانية ازاي تعرفوا انها زائفة تلفوا من ناحية التانية ما تلاقوش حاجة قصادها تعرفوا ان دي ما بتعملش حاجة في العربية الحديثة يعني بيدعوا ان دي مفروض بتحسن مرور الهوى من قدام العجل طيب نيجي عند العجل عايزة واريكم العربية دي في حاجات مختلفة كتير عن الخامسة وثلاثين ننزلوا معاك كده بقى اولا تعالوا نتكلم على مقاس الكويتش مقاس الكويتش هنا كام؟ ماتين خمسة وسبعين خمسة واربعين وواحد وعشرين بوصة وكمان الجانت نفسه مفروض ان هو وزنه خفيف لايت ويت انتوا عارفين من الحاجة اللي انا عبافضل اتكلم عليها الانسبرانج ويت وازاي ان مهم تخلي الجانت وزنه خفيف وبيفرق جدا طيب بصوا على الفرامل اربعة بستن كالبر بتاع انفينيتي اما التعليق التعليق هنا دابل ويش بون شايفين الحتة دي هي بداية الدابل ويش بون عشان ابقى صريح معاكم في عربيات كتير اوى ممكن لو انا مش عارف الموصة استانوا جماعة في عربية الحمد لله ما تهورش وشلنا فارمل خير كان منظره يقلق اوى وداخل علي تعالوا نرجع الى الكوش تانى كنتو بولوكم ايه بولوكم على التعليق طيب عربيات كتير اوى مثلا زي الاودي ممكن يبقى بيسموه مالتي لينك حتى الامامي بيقى مالتي لينك لانه في اساسه بيبقى زي ما شفتوا الحتة دي هو عدابل ويش بون من جوه اوكي فاكرنها الحتة دي ظاهر لي هنا دابل ويش بون ولكن هل هو دابل ويش بون ممكن يقفيه زيادة من تحت بتخلي السيطرة على التعليق الامامي فامقاش بالزبط دابل ويش بوني بقى برضو مالتي لينك اوكي فاهمتو حاجة اما التعليق نفسه فمتغير في العربية دي ما بين نماطين العادي والسبورت نيجي على الكويتش الخلفي هبقول لي ليه واقف عند الكويتش الخلفي خير اااا نفس البروفيل مفيش يعني فيش اعرض من الامامي 275 او اربعين والكويتش كويس عشان كده انا متحمس انحنا ممكن نعمل تجربة كويسة والفرامل بستن واحد بس هنا اوكي كتير من العربية حتى التقيلة بيروحوا ورامين كل البساتن بتاعت الفرامل عشان ايه عارفين الوزن بيرمي قدام لما بيجيه تفارمت ولكن العربية دي شوفوا 2011 وفيه حاجة اسمها رير اكتب ستيرنج اللي هو عند السرعة الواطية العجل ده بيلف عكس الامامي وعند السرعة العالية بيلف عشان يساعد على السبات اكتر للعربيات الكبيرة ولكن مش حقدر اواريوكو دي لانه فوق الاربعين بس بيبتدي ييلف العربية اللي عملناها البنتليز كل العربيات دي بتعملها في نماطين نمط على السرعة البطيئة عشان تساعدك في المناورة واتخالي دايرة الدوران او قطر الدوران بتاع العربية اصغر وعلى السرعة العالية عشان تساعد في المناورة اكتر طيب اما الظهر طبعا التعليق الخالفي مالتي لينك برد جماع اكيد فهي شكلها كده بالنسبة لي مالتي لينك ودابل ويش بون من قدام بس لازم افك فاتحتين شاكمان كبار شغالين ومتهببين يعني العربية مطلعة نار وFX50S تمام تفرج عليها بسرعة جدا من جوه اول حاجة عايزة ووريها لكم هي الرير اكتف ستيرينج بصوا بقى لما حدور العربية شايفين كلمة رأي اس اللي شالت على طول لو انا بدور الكنتاكت كانت هنا طلعت بسرعة جدا دي معناها ان العربية فعلا فيها رير اكتف سيرينج انا ما كنتش مسدق تعالوا نبتدي بالكراسي الكورسي ده زي ما انتم شايفين عليه علامة انفينيتي تمام وفيه طبعا تطويل الحتة دي والكرسي اللي انا قاعد عليه كمان الكورسي اللي انا قاعد عليه في الدعم الجانبي عشان يخلي العربية رياضية اكتر لما تاخد مالفات تروح قفل عليك وكمان دعم للحتة دي دول كمان بيتحركوا يعني وانت ساق هتلاقي دول بيقفلوا عليك اكتر عشان يضموك في الكورسي اكتر فدي كلها حاجات مختلفة وما انتم شايفين من هنا عندي ايه بلاك اديشن اس فدي ايه واغدة تريم عالي يعني في النص زي التانية بالزبط برضو عندي الساعة وعندي نظام الترفيه اللي هو برضو اريهلك بسرعة جدا تاتش وكله بس طبعا 2011 او قبل 11 وفيها كمان كاميرات تلتمية وستين زي ما اريدكو بالزبط اما هنا بقى فدي الحتة الحلوة طبعا عندي تبريد وتدفئة للكراسي زي ما انتم شايفين وعندي نمطين للتعليق بتاع العربية يا اوتو يا سبورت وهنا عندي مكان تخزين كاب هولدرز هنا عندي اماكن تخزين عندي برضو عجلة القيادة هو محطت عليها الغطة وكتورت لكم العربية كلها قبل كده مفيش اي فارق احنا عايزين بس نشوف تجربة التصارع مش كده ولا ايه كفاية بقى يلا نجرب طيب تعالوا نعمل تجربة التصارع تحت الست ثواني على اس يو بيدا رقم كويس ومحترم لو جابتها يبقى كويس حاطتها في المود الرياضية وجايبنا الحركة على اس وقافل السبات الالكتروني ما فيش اي حاجة تانية اعملها اوكي مستمر ما عندناش اي حاجة اوكي هنشوف هتجيب المتين كمان ولا لا اه اوه ستة تسعة ستين نعم دي ما تجيبش متاني تقيلة برده اوه تعالوا نجرب تاني طيب زي ما شفتو ستة تسعة وستين ستة وسبعة من عشرة حاسس فيها تاني فيها تاني انا اقافل كل حاجة والتكييف كمان درجة الحرارة عشان متوع القرصات بس اثنين وثلاثين هاقفل ازاز ده وابران الله هاقفل ده هادي لها بوست اعنى بشوية برضه عشان نصحصحها شوية كده ممكن تبقى احسن ستة تسعة وستين بالزبط مصممة بل ملحة ممتين خالص لا 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 والتعليق بتاعها ايه 60 او 70 فى المئة اوكيو جماعة اخر تجربة مش هادلها بوست خالص اوكيو مش همسك العربية بالرجل الاشمال عشان ما تنزلقش بس وانجرب عادي خالص ستة اربعة وتمانين او حش طيب وزي ما شفتو العربية اتصرعت في ستة تسعة وستين يعني ستة وسبعة من عشرة هي ملحة على الرقم اكتر من مرة تلع نفس النتيجة عملت تجربة مانيول المانيول كان كارثي النقل قلت عشان ازود عدد لفات المطور ومفارقش خالص بتاحسن لما بتدلها شوية بريك بوست يعني ان انت بتعلي عدد لفات المطور شوية تطلعه من تحت بتفرق كتير ولكن ستة تسعة وستين ده احسن رقم مش هيجي احسن من كده في العربية دي في الظروف دي بقاني الكاويتش جديد وحالته كويسة وكنت متفائل شوية وشايلين كل حاجة زيادة من الاوزان في العربية تطلعينها برا لكن ستة تسعة ستة يعني ستة وسبعة من عشرة هو ما بيلو خمسة وتمانية من عشرة ده حاسوا رقم متفائل يمكن لو المطور تصين لو يعني اتعمل كام حاجة في العربية ممكن تفرق شوية ولكن ده اخرها عربية حلوة جدا وان فيها ادابتر سسبنشن تعليق متغير وحاجات حديثة جدا بالنسبة لعمرها يعني او بالنسبة لتاريخ انتاجها هي الشكل ده وقف غاية 2017 او وقف من بعد 2017 بتغير بالاسح يا جماعة وفي التجربة انا نزلت لي بتاع نص كيلو مية فوزني خاف واكثر بس برضو ده اخرها بس كده صوتي غلق كمان بس لو عجبكم الكلام ده عملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة